بولادي وبناتي طلبة الصف الاول الثانوي كل سنة وانتوا طيبين وطبعا هنراجع مع بعض النهاردة مراجعت ليلة الامتحان للاحيال الصف الاول الثانوي هي بدري شوية عن طبع ليلة الامتحان عشان نقدر نسجل اكتر من فيديو يفيدكن ان شاء الله في الامتحان ويكون لكم اعلى الدرجات نشوف اول سؤال اختار الاجابة الصحيحة وبنفكر مع بعض وبنحلل طبعا اختياراتنا ونشوف اول اختيار بيقول فصيلة الدم التي لا تحتوي على نوعية مولدات الالتصاق اكيد طبعا اللي لا تحتوي على مولدات الالتصاق الاو لكن الاي بي بتحتوي على نوعية مولدات الالتصاق الاي والبي والبي مولدة الالتصاق اللي عندها باسمها بي وإيه مولدة الالتصاق إيه؟ يبقى نختار هنا الفصيلة O بيتكون الجين والجين مسؤول عن نظار صفة وراسية من تتابع من النيوكلوتيدات والنيوكلوتيدات تحمل على الديئنية والديئنية يحمل على الكرومسوم أما الأحماض الأمينية هي واحدة بناء البروتينات بتأخذ الكرومسومات الجنسية في الطرز الكرومسومي في الإنسان رقم أيوة أكيد طبعا هي لرقم 23 لأن هي كانت توضعها الكرومسومات الجنسية زوج يلي رقم 7 حسب الحج ولكن هو مسؤول عن تحديد الجنس في الإنسان فهوضع في الطرز الكرومسومي رقم 23 وهو بيكون متماثل في الأنسة وهيكون متباين في الزكر يبقى إذن الكرومسوم 23 في الأنسة متماثل في الحجم وغير متماثل في الزكر الواي أصغر في الحجم من الإكس نسبة الفصيلة O ناتجة عن تزاوج رجل A O من أمرأة فصيلة دم A B أكيد لو بصنا مع بعض أن فصيلة الدم طبعا بتاعت الرجل A O وفصيلة الدم بتاعت الأم A B هيكون الناتج A A و A O و A B و B O طيب هو بيسأل على إيه؟ بيسأل على الفصيلة O يبقى إيه نسبة الفصيلة O اللي بتحتوي على نوعية مولدات الالتصاق نسبتها كان في الناس للناتج هتكون بالتأكيد إيه؟ صفر فين الأو هنا؟ بفيش O لأن الأو متنحي فهنا دي فصيلة B دي فصيلة A B دي فصيلة A دي فصيلة A A نقي A هدين A B نعدام سيادة الفصيلة هنا ال B وال B هدين B O بيتحكم في تكوين صبغ الكولوروفيل في النبات أكيد طبعا الدين مطلوب والضوء يبقى الاتنين معا يبقى فيه لابد من تواجد الدين والدين يتأثر بعوامل بيئية زي الضوء والحرارة وملوسات الهواء والإشعاع يبقى إذن أنا عندي الاتنين معا النسبة الإنعزالية في حالة الجينات المتكملة ليه الجيل التاني هي كام؟ الجيل التاني الجينات متكملة اللي هي بسلة الظهور بسلة الظهور طبعا دي اللي هي جينات متكملة بتكون الجيل الأول كله الصفة السائدة اللي هي الكرموزي اللي الجيل التاني تكون تسعة كرموزي لسبعة أبيض تسعة لسبعة تلاتة الواحد مندل اللي هو قانون الأول واحد الاتنين لواحد ده نعدام سيادة تسعة لتلاتة لتلاتة الواحد ده قانون مندل التاني حالة صفة الكورون في بعض أنواع الماشية مثال لجينات أيوة حالة صفة الكورون في الماشية دي متأثرة بالجنس وتتأثر بالهرمونات الجنسية وطبعا زي صفة الصلع المبكر في الإنسان أقل مستوى تصنيفي للكائنات الحية هل المملكة ولا الشعبة ولا الطائفة ولا النوع أقل يوبى النوع أكبر مستوى تصنيفي يوبى المملكة وأنا كل ما بروح بالاتجاه دوت كده من المملكة للنوع طبعا هنا هوت المستويات التصنيفية طبعا بيزيد هنا هوت كل ما بتحرك من المملكة للنوع المستويات التصنيفية بيزيد طبعا الصفات المشترقة طبعا الصفات المشترقة بيزيد عدد الأفراد بيقل عدد الأفراد بيقل يوبى كده أقل مستوى تصنيف للكائنات الحية هو النوع اليوغلينا ضمن مملكة طبعا العلماء معرفوش يحطوها تابع مملكة الحيوان ولا مملكة النبات يوبى مش تنفع تابع النبات لرغم أنها بتقوم بعملية البناء الضوئي وعندها بلاستيات خضراء ومعرفوش يحطوها تابع مملكة الحيوان رغم أنها متحركة بس هي بتعمل بناء ضوئي وزاتية التغذية يوبى عندها صفات مشتركة بين النبات والحيوان فوضع تابع مملكة الطلاعيات أما البدائيات دي مملكة لوحديها أوليات النواة أو آآ طبعا آآ نواة بدائية وهي البكتيريا البدائيات منها البكتيريا دي بدائيات النواة تمام؟ نشوف مع بعض تنتمي الخميرة الخميرة آآ ضمن الفطريات الزقية والخميرة وحيدة الخلية وتتقاصر بالطبرهم وهي تبع مملكة الفطريات أما تبع النبات لا طبعا مش تبع النبات ولا الحيوان ولا تبع البدائيات لكن هي تبع مملكة الفطريات وتبع شعبة الفطريات الفطريات الزقية هي وفطر البنسيليوم بيخلو جدار النسطوك النسطوك ده مملكة البدائيات وهي الجدار يخلو من السوريولوز أو البكتين يبا هنا الجدار بتاعها يخلو من السوريولوز أو البكتين بينتمي حيوان الإسفنج الإسفنج طبعا دوت عبارة عن مملكة الحيوان والإسفنج زي ما احنا عرفنا كده هو بيتبع مملكة الحيوان رغم أنه هو غير متحرك ويصنف الإسفنج كحيوان رغم أنه غير متحرك لأنه متعدد الخلايا غير ذات التغذية ليس له جدار خلوي يضم القليل من الخلايا المتخصصة ويوضع طبع مملكة الحيوان شعبة المساميات أو الإسفنجيات وهنا طبعا الجسم بتاعه مجوف وله جدار مدعم بهيكل من الشويكات أو الألياف أو كله هما ويحتوي كثير من الصقوب والقنوات ويعرف به المساميات أو الإسفنجيات نكمل ونشوف بقية الأسئلة بتاعتنا بيسألني وبيقول لي ينتمي البراميسيوم البراميسيوم بينتمي لطائفة إيه هو بيسأل على الطائفة يبقى طائفة الهدبيات لأنه بيتحرك بالأهداب يبقى إيه وسيلة الحركة بتاعته وسيلة الحركة بتاعته الأهداب يعني متحرك وطبعا المملكة مملكة الطلاعيات من النباتات التي تحتوي على مخاريط مذكر ومؤنس ومعراط البزور ولا توجد البزور داخل غلاف سامري الصنوبر الصنوبر معراط بزور يعتبر أجنبري من طائفة أيوة أجنبري طائفة الكشريات وطبعا مملكة الحيوان ويتنفس بالخياشيم ومغطة بكشرة كيتينية ينتمي الأخطبوط إلى الرخويات ويتحرك بالقدم الأخطبوط وسيلة الحركة القدم من أمثلة شوكيات الجلد من أمثلة شوكيات الجلد طبعا أرقى اللافقريات شوكيات الجلد نجم البحر كنفض البحر خيار البحر يبقى ناخد كنفض البحر مش كنفض النمل أكل النمل الشوكي دي ساديات أولية مش القواقع تمام القواقع طبعا الرخويات مش الجنبري الجنبري طبعا القشريات عدد الصبغيات في خلية خصية الإنسان الخصية اتنين نون ومش بيسأل على الحيوان المنوي وبيسأل على الخصية ركز معايا الخصية اتنين نون طب الاتنين نون في الإنسان بستة واربعين لأنها خلايا جسدية يوش تنفع اتنين وعشرين ولا تلاتة وعشرين ولا اربعة واربعين يبقى عدد الصبغيات في خلية خصية الإنسان اتنين نون يعني ستة واربعين صبغي نسبة الجيل التاني منتهدين فردين مختلفين في زوج من الصفات المتقبلة في نبات شاب الليل ونبات شاب الليل حالة انعدام سيادة يبقى تكون النسبة واحد لاثنين لواحد لأن في واحد طبعا صفته كأحد الأبوين واحد صفة أحد الأبوين واثنين صفة وسط مشتركة بين الأبوين فبالتالي هتكون الاختيار بتاع الصحة واحد لاثنين لواحد واحد لواحد لا طبعا تسعة لسابعة دي وجدنا دينات اللي هي متكاملة في الجيل التاني تسعة لتلاتة لتلاتة الواحد ده قانون مندل التاني اللي هو طبعا قانون توارز زوجين من الصفات من الحيوانات زيت الدم الحار يعني دم حار يعني مش بتتغير درجة حرارتها حسب درجة حرارة الوسط لكن درجة حرارتها سبتة زي الساديات يبا مش الأسماك الأسماك دم بارد مش البرميات دم بارد بتتغير درجة الحرارة حسب الوسط الوحيط مش الزواحف لكن هتكون الطيور والساديات دم حار وهنا بنطلق عليها داخلية الحرارة تعد وراسة افراز الحليب في الماشية مثال للصفات ايوة افراز الحليب طبعا بتظهر فيه الانيس مش بتظهر فيه الزكور لانها محددة للجنس وبتتأثر بالهرمونات الجنسية مش مرتبطة ولا متأثرة ولا مندلية يبا محددة للجنس وراس السلالة البلدوك في الأبكار طبعا لون الريش الأصفر في الفقران دي جينات مميتة سائدة جينات مميتة سائدة مش نعدام سيادة ولا تعدد بدائل ولا جينات مرتبطة بالجنس يمكن هي تكون جينات مميتة سائدة يمكن التمييز بين الديدان الإسطوانية والحلاقية ايوة الديدان الإسطوانية غير مقسمة اما الحلاقية مقسمة الحلقات والحلاقية وغدين مثال بتاعنا اللي هو دودة الأرض وطبعا العلق الطب بديدان حلاقية لكن الديدان الإسطوانية منها اللي هي دودة الإسكارس والفلاريا والجسم غير مقسم وإسطواني مدبب الطرفين يبقى لحسب تقسيم الجسم يبقى لاختيار بتاعي تقسيم الجسم وقالنا الإسطوانية هناخد مثال دودة الفلاريا اللي بتسبب داء الفيل ودودة الإسكارس أما الديدان الحلاقية دودة الأرض وتعيش معيشة حرة ودودة الأرض طبعا بتعمل تهوية وزيادة خصوبة التربة أما دودة العلق الطبي تطفل خاردي جميع ما يلي يؤكد أن العقرب ينتمي للعناكب وليس الحشرات ما عدد؟ أي عدد الأرجل طبعا عندنا الأرجل بتختلف في العناكب عن الحشرات عندنا العناكب لها أربع أزواج من أرجل المش يعني تمانية أما الحشرات لها تلت أزواج من أرجل المش يعني ستة يبا دي معايا من ضمن من ضمن أساس لتقسيم العناكب اللي منها العقرب تقسيم الجسم بالنسبة للعنكبيات رأس صدر وبط أما الحشرات رأس صدر وبط يبا كده برضو دي أساسية معايا نوع العيون بالنسبة للعناكب عيون بسيطة بالنسبة للحشرات عيون مركبة يبا طبعا اللي مش معايا ومش باعتمد عليه الهيكل الخارجي في التصنيف أي مما يلي يميز الكروموسوم الجنسي الذي يميز الزقر على الأنسة اللي هو مين؟ اللي هو الصبغي واي اللي يميز الزقر عن الأنسة يجب أن يكون فاهم أن الصبغي واي يحمل صفات جسدية مختلفة لا طبعا يرقم بالكروموسوم التامن في الطرز الكروموسومي لا مش في الطرز الكروموسوم التامن ده دلوقتي 23 أصغر الكروموسومات حجما ده كلام صح يلي الكروموسوم السابع من حيث الحجم لا هو دلوقتي يلي الكروموسوم السابع من حيث الحجم هو بيقول على الكروموسوم واي اللي يميز الزكر عن الانس لا انا عاوز ده اللي قال الكروموسوم السابع ممكن اكس وممكن واي ممكن اكس وممكن واي انا عاوز اللي يميز الواي يبقى اصغر الكروموسومات حجما يبقى اللي يميز الواي عن الاكس ان هو اصغر الكروموسومات في الحجم ده طبعا الاختيار بتاع الصح شوف السؤال بعد كده في دراستك للتعزير الكروموسومي للإنسان الطبيعي أي مما يلي ليس صحيح عن الكروموسومات الجسدية قد تحمل الجينات الصفات الورصية المتأثرة بالجنس هو بيقول أي ليس صحيح لكن هي ممكن تحمل الصفات المتأثرة الجينات الصفات المتأثرة بالجنس دي صح تختلف فيما بينها في الحجم أي تختلف تنازلي حسب حجمها تحمل جينات الصفات الورصية المرتبطة بالجنس هو بيقول عن الكروموسومات الجسدية هل الكروموسومات الجسدية بتحمل جينات الصفات الورصية المرتبطة بالجنس أقول له لا اللي بيحمل الصفات المرتبطة بالجنس الاكس والوا يحمل القليل منها يوبا الاكس هو اللي بيحملها والوا يحمل القليل منها عدده اربعة واربعين لا عدده في الانسان الطبيعي زوج واحد اللي هو اكس واي او اكس اكس ده الطبيعي بتاعي يوبانا هنا عدده اربعة واربعين لا ده زوج واحد يا إكس إكس في الأنسة يا إكس واي في الزكر يوبة تاني السؤال المهم في دوق دراستك للطرز الكروموسومي الإنسان الطبيعي أي مما يلي ليس صحيح عن الكروموسومات الجسدية قد تحمل جينات الصفات الورصية المتأثرة بالجنس ده صح لأن الجينات الصفات المتأثرة بالجنس تحمل على الكروموسومات الجسدية وبتتأثر بالهرمونات الجنسية تختلف فيما بينها في الحجم أي بتختلف تحمل جينات الصفات الورصية المرتبطة بالجنس لا ده خطأ اللي بيحمل جينات الصفات الورصية المرتبطة بالجنس إكس والقليل منها يحمل واي أعداد 44 دي جسدية وليس لأجل الجنسية تمام يبقى إيه العدادة هنا 44 دي صح الجسدية يبقى ده كلام مظبوط يبقى هي تحمل جيناتها تحمل جينات الصفات الورصية المرتبطة اللي بيقوله لا دي إكس والقليل منها يحمل على الو ديق طويل العرف ودجاجة قصيرة العرف كلهم متباين اللاقاحة أي مما يلي يمثل الحالة الورصية لتوارس هذه الصفة الصفات طبعا الديق الطويل العرف والدجاجة قصيرة العرف يبقى ده محددة للجنس إذا كان الأب والأم شعر طبيعي وإنجاب زكر أصل على الشعر فما احتمال إنجاب أنسة مصابة بتساقط الشعر يبقى إذا كان الأب والأم شعراهما طبيعي يبقى الأب والأم شعراهما طبيعي وإنجاب زكر أصل على الشعر فما احتمال إنجاب أنسة مصابة بتساقط الشعر يبقى الأب طبيعي يبقى بيبي الام شعراء طبيع وجابه ايه طبعا الزكر اصلا يبا الام كانت حاملة لجين الصلق حاملة لجين الصلق هيطلع هنا بي موجب وبي وهيطلع هنا بي يبا هيطلع الناتج بتاعهم بي موجب وبي وبي بي طب نشوف لو زكر يبا ده هيكون اصلا اللي بيسأل عليه طب والانسة شعر ايه طبعا لو انسة شعراء طبيعي وانا زكر وانسة شعره طبعا هيكون طبيعي لكن هو بيسأل هنا انجاب انسة مصابة بتساقط الشعر لا مش هيجيب امتى تكون الانسة مصابة بتساقط الشعر لما تكون بي موجب بي موجب هل طلع هنا بي موجب بي موجب لا ما طلعش يبا الاختيار بتاع هيكون صفر في المنزة تزوجت فتاة حاملة لمرض الهيموفيليا يبا الفتاة حاملة لمرض الهيموفيليا يبا اكس اكس عشان دي جينات مرتبطة بالدنس وحاملة يبا اتش كابتل اتش سمول اتش كابتل اتش سمول حاملة دي جين الهيموفيليا من شاب مصاب بالمرض يبا الشاب اكس واي ومصاب بالمرض يبا اتش سمول طيب ما النسبة المتوقعة لظهور مرض الهيموفيليا في الحاملة الاول ازا كان الدنين زكر طيب نشوف كده اه الاكس طبعا هتوبا هنا كده اول اكس اكس هيطلع طبعا اتش كابتل اتش سمول وهيبا اكس واي اتش كابتل وهيبا اكس اكس اتش سمول اتش سمول وهيبا اكس واي اتش سمول هو بيسأل على المتوقع لظهور مرض الهيموفيليا في الحاملة الاول ازا كان الجنين زكر طب ما انا الجنين زكر هوت وادي الجنين زكر هوت هنعتبر هما نسبتهم مية في المية فاذا كان الجنين زكر فطبعا خمسين في المية منهم هيكون مصاب وخمسين سليم لان ما فيش زكر حامل لجين المرض فاما مصاب اما سليم طيب يبا اذا اه في الحاملة الاول لها النسبة بتكون كام اذا كان الجنين زكر يبا خمسين في المية خمسين في المية لان بيتكلم على الزكور مش بيتكلم عن نسل الناتج لو جلل نسل الناتج هيكون خمسة وعشرين في المية ما الطرز الجيني المحتمل لوالدة الفتاة لا يمكن ان يسمح لها بقيادة السيارة لرسوبها في اختبار اشارة المرور طبعا الطرز الجيني المحتمل لوالدة الفتاة لا يمكن ان يسمح لها بقيادة السيارة يعني البنت عندها قصر نظر او عندها عمى الوان فبالتالي هي اه لن ايه تنجح ولم تشتاز اختبار اشارات المرور فاكيد الاب مصاب والام حاملة لجين المرض لان هي بنت مصابة يبقى الاب مصاب هيجي جين الاصابة من الاب والام حاملة عشان يجي جين مع الام من الام ويجتمع الاتنين معا وتكون البنت طبعا عندها مشكلة يا اما في قصر النظر يا اما في طبعا عمى اللوني اذا علمت ان مرض ارتفاع نسبة الفيناي الكيتون في البول من الامراض الوراثية بينما لوحظ ان الاشخاص الذين يحملون هذا الجين لا يظهر عليهم اعراض المرض اذا اتبعوا نظام غذاء معين هل الجين ده ضعيف التأثير ولا الجين مسؤول عن المرض متنحي ولا اتباع نظام غذاء صحي اش في كل الامراض ولا يتوقف عمل الجين المرض على العوامل البيئة اكيد طبعا الصح يتوقف جين المرض على عوامل البيئة ده الاختيار بتاعي اللي صح تزوج تزوج رجل تزوج شاب وفتاة طبيعيين وانجبها طفلة لم تصل للبلوغ وتعاني عيوب خلقية في القلب والكلة يبقى على طول دي تيرنر اربعة واربعين زائد اكس زيرو دي حالة تيرنر اي من مالي التركيب الصبغي للام الام هتكون طبيعية لكن اثناء تكوين الامشاك بيحصل القصاد بين الكروموسومين اكس لكن مش هتكون اتنين وعشرين ايه اتنين وعشرين دي اربعة واربعين طبعا دي خطأ دي اربعة وعشرين دي هتكون خطأ ديت هتكون اه خمسة وعشرين دي خطأ هتكون خمسة واربعين زائد اكس اكس لكنها تكون أنصة طبيعية وأثناء تكوين الأمشاك بيحدث التصاق بين الكوروموسومين X وبتطلع حالة تيرنر لأنه بيكون مشيج خالي من الكوروموسوم الجنسي X تزاوج رجل طبيعي من امرأة تعاني من متلازم الدون أي الأفراد التالية يستبعد أن يكون أحد أبنها يبقى الرجل طبيعي والأمرأة تعاني من متلازم الدون يبقى على طول متلازم الدون العيوب في الكوروموسومات الجسدية يبقى مش يطلع زكر يعاني من حالة كلاينفيلتر لأن كلاينفيلتر الشزوس في الكوروموسومات الجنسية وليس الجسدية تزاوج رجل وأمرأة وأنجب أربع بنات فإذا حملت المرأة مرة أخرى أكيد طبعا الاحتمالات بتكون يا أولا سنة وخمسين في المية خمسين في المية فالطفل الخامس هيكون زكر بنسبة كامل نص النص دي يعني كام يعني خمسين في المية لأن احنا عارفين الاكس اكس والاكس واي والاحتمالات هيطلع الجيل اللي ناتي خمسين في المية إناس وخمسين في المية الزكور وبالتالي نسبتنا تكون خمسين في المية في حشرة الدروسوفيلة اللي هي زبابة الفكهة تكون الأجنحة مستقيمة إذا تم فاقس البيت في درجة حرارة ستاشر وأجنحة مكوسة عند درجة حرارة خسعة وعشرين طب يبقى كده بنستنتج بإيه؟ إن ليه هنا الستاشر طلعت أجنحة مكوسة وهنا طلعت الأجنحة مستقيمة درجة الحرارة يبقى يتأثر عمل جين شكل الجناح بالظروف البيئية وخدت ذلك فيه أرنب الهملايا وخدته فيه تكوين جين الكوروفيلة في الدرة ويتغير عدد جينات شكل الجناح المستقيم في الحرارة المرتفعة لا طبعا هو بيتأثر بالظروف البيئية يتغير عدد جينات شكل الجناح المكوس في الحرارة المنخفضة ولا يتتأثر تركيب شكل الجناح بالظروف البيئية طبعا على طول طالما الجين موجود مش تركيبه مش تركيب الجين لكن عمل الجين يبقى يتأثر عمل الجين بالظروف البيئية 36 بيقول لنا تتأثر تكوين المجموع الجزري في النبات بنسبة الرطبة في البيئة المحيطة تأثير عكسي فإذا علمت أن النبات البشنين يمتلك جزور قليلة جدا يبقى فيه علاقة عكسية في النبات بين المجموع الجزري ونسبة الرطوبة يعني لما تزيد المية هيقل طول المجموع الجزري طيب أي البيئات التالية يعيش فيها البشنين أكيد البيئة المائية لأننا اتفقنا علاقة عكسية مش الرملية ولا الصخرية ولا الطينية تم تهجيل نباتين من بسلة الظهور أحدهم كرمز الأزهار والآخر أبيض الأزهار فكانت نسبة الأزهار الناتجة 3 كرمزي 5 أبيض أحل المسائل دي إزاي أنا عندي 3 كرمزي وخمسة أبيض يعني عددهم تمانية أبص هنا من اللي هيديني 8 نباتات ده مش هيديني 8 ولا ده هيديني 8 ولا ده هيديني 8 يبقى ده الاختيار بتاعي اللي صح كم عدد الأمشاج المذكرة والمؤنسة وعاوز الاتنين هنا عاوز المذكر وعاوز المؤنس الناتج عن تهجيل نباتين من بسلة الظهور أحدهما كرمزي هنا هيدي كم مشيج هنا هيدي A كابتل B كابتل وهيدي A كابتل بسمول وهيدي A كابتل وهيدي A كابتل بسمول يبقى أربعة دولا أربع أنواع من الأمشاج طيب وهنا هيدي A كابتل وإسمول بسمول يبقى هنا نوعين يبقى أربعة هنا واتنين يبقى ست أنواع من الأمشاج المذكرة والمؤنسة مش بيسأل المذكر الوحده ولا مؤنس لعب بسرعة الاثنين في احدى عمليات نقل الدم لمريض فصيل الدم ايه والطبيب رفض نقل دم المتبرق ما السبب اكيد اختلاف عامل الريسوس يبقى وجود مولدات التصاق عامل الريسوس ده مش هيخلى الدكتور ينقل الفصيلة مختلفة عامل الريسوس لكن احنا عارفين ان ايه الار اتش موجب الار اتش موجب قد يكون نقي وقد يكون هدين وقد يكون الشخص السالب عامل الريسوس فاذا اختلفوا في عامل الريسوس السالب يدي الموجب لكن الموجب ما يديكش السالب ابدا يبقى هنا اختلاف عامل ايه الريسوس طبعا رفض الطبيب التبرع بالدم يتحكم في وراسة مولدات عامل الريسوس عدد من الجينات ده صح بالنسبة للجينات كام جين ومحمولين على كام كوروموسوم بيتحكم فيهم ست جينات يعني تلات ازواج محمولين على زوج واحد من الكوروموسومات ولا تعتبر وراسة عامل ريسوس تعدد بدائل ولا تتبع قوانين مندل لكنها مهود ست جينات يعني تلات ازواج على زوج من الكوروموسومات يرسم الفرد جميعا ما الخلايا التي تنتج البروتين المسؤولة عن تكسير خلايا دم جنين موجب داخل رحم أم سالم يعني بينتج السام مضادة اللي بينتج السام مضادة دي معلومة لي خلايا الدم الحمراء هي اللي بتنتج ومسؤولة عن انتاج الأجسام المضادة أي التزوجات الآتية لا ينتج عنها أفراد توجد على سطح خلايا الدم الحمراء لهم نوعين مختلفين من مولدات الالتصاق يبا أنا عندي كده تزوجات لا ينتج عنها أفراد توجد على سطح خلايا الدم الحمراء لهم نوعين مختلفين من مولدات الالتصاق طب هنا هيطلع A B والA B عنده نوعية مولدات الالتصاق يبا دي مش هتنفع ودية برضو مش هتنفع لأنه هو فيه هيطلع A B برضو طب وهنا برضو هيطلع A B يبا اللي مش هتطلع عنده A B هيطلع هنا A O و B O يبا دا الاختيار بتاع الصح لأنه مش هتطلع ال A B اللي بتحمل نوعية مولدات الالتصاق أي مما يلي يعبر عن فصائل دم الأبوين أنجبها طفلا فصيل الدم ولا تحمل سطح كرات الدم الحمراء لها أي مولدات التصاق يبا أنت عاوز O يبا الأي دية ممكن توبا A O وهنا المعتعام O O هيطلع فعلا فصيلة لا تحتوي على نوعية مولدات الالتصاق اللي هي O O دي لا تحتوي على نوعية مولدات ال A الالتصاق ببدل الاختيار الصح تزوج رجل وأمرأة ونمطهم الوراصي نعدام سيادة يعني A B مع A B لهم والاتنين نعدام سيادة ما احتمال أنجب أطفال تحمل فصائل نمطها الوراصي سيادة تامة ما فيش طبعا سيادة تامة هتيجي بصفر يعني سيادة تامة يعني هيجيبه A O أو B O وده مش هيحصل ولا هيجيبه A ولا B O وبالتالي الاختيار بتاعها صفر امرأة فصيلة دمها A وزوجها فصيلة دم B ما الطرز الجيني لفصيلة الدم التي لا يمكن أن يرس من أطفالها يوب A وB طيب هل الـ A والـ B هيجيبه فصيلة A مش هتيجي أبدا A لكن ممكن تيجي A B ممكن تيجي O ممكن تيجي A O يوبا A عمرهم ما يجيبه الفصيلة A نقي أي التزوجات الآتية ينتج عنها فرد يحتوي على نوعين مختلفين من مضادات فصائل الدم اللي عنده المضادات فصائل الدم O ده مش هيجيبه O ولا ده هيجيبه O ولا ده هيجيبه O لكن اللي هيجيبه O اجتماع الـ O مع الـ O يبدي تنفع آخر سؤالة نحل مع بعض ما الحالة الوراثية التي يدل فيها الطرز المظهر على الطرز الجيني طبعا إن أدام السيادة تنفع ممكن تنفع الجينات اللي هي وراسة مندل في المتنحي تنفع ممكن تنفع الجينات المرتبطة بالجنس في الزقر تنفع لكن مش وراسة الصلق ولا وراسة التساع العين دي صفة مندلية سيادة أمة ولا وراسة لون الأزهار في البسلة لا فيه طبعا أكتر من طرز الجيني للأبيض خمسة وأربع للطرز الجيني السائد اللي هو الكرمزة أربعة يبدي مش هيجيبه يبقى نختار وراسة لون الأزهار في شب الليل كده حلنا مجموعة أسئلة مع بعض وإن شاء الله نكمل معاكم حل اللي هي اللي مذكرة المراجعة النهائية سنطلب منكم يا ولاسانا ورايك وشير ودعاء عشان نوصل لكم كل جديد من القناة ويكون لكم أعلى درجات في امتحانات الترم التاني